أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال ثمانية من أصل خمسة عشر موقوفاً تمكن من الفرار من أحد مراكز الشرطة في بغداد وأصدر وزير الداخلية العراقية سين الياسيري أمراً بإيقالة ثلاثة مسؤولين أمنيين بعد هروب الموقوفين مساء أمس السبت كما قرر حجزهم في مقر الوزارة بالإضافة إلى حجز ضباط مركز شرطة القناة وجميع عناصر الشرطة الذين كانوا مكلفين بالواجب أثناء الحادث ينضم إلينا من بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي معتز محيي أهلا بك أستاذ معتز عبر سكاينيوز عربية كيف يمكن أن تقرأ اليوم هذا الإجراء السريع لتوقيف ضباط العملية الأمنية السريعة هناك من كان يشكك في عمل المؤسسات العسكرية وتحديداً ضابطة السجون في البلاد مع كل التفلط الحاصل وربما مع كل الرشاوة التي كانت تدفع من قبل عصابات ومتنفذين مساء الخير لك أخي العزيز هذه الإجراءات أعتقد إدارية وإجراءات مسلكية يعني يعرف بها الوزير وضمن واجباته وضمن قوانين وزارة الداخلية أخذ على عاتق تغيير النمط الحالي للإجراءات وسرعة تنحية مثل هؤلاء الضباط الفاسدين كما نحى قبل أيام مدير مكافحة المخدرات في البصرة وهذا أعتقد من إجراءات الأصولية والطبيعية لواجبات أي وزير يحتل مثل هذه الوزارة المهمة الأمنية لحفاظ على هيبة الوزارة والحفاظ على أيضاً هيبة القانون وإجراءات التي سوف تتخذ من خلال مجال استحقيقية شكلت على هؤلاء الضباط المتخادلين أو الذين سببوا في هروب هؤلاء الموقوفين من مركز شرط القناة هناك أيضاً محاكم عراقية أصدرت أحكام بحق ما كانت أسمتهم العام الماضي بضباط فاسدين هذه الأحكام تحدثت عن شبكة كبيرة اليوم يعني يتم التخلص من كل النفذين هناك أيضاً المجتمع العراقي الذي يعيش تحت تهديد آفة المخدرات هل هذا القرار هو قرار حاسم وما أكده رئيس الحكومة اليوم يعني هو مسار طويل وهذه الحادثة وهذه التوقفات السريعة يعني فيها تأتي في هذا الإطار والفطار هذه الخطة أعتقد ذلك يعني إجراءات اختلفت عن السابق الوزير الحالي من أهل الشرطة كان أحد ضباطها ومدير عام يعرف الأمور ويعرف مخرجات الفساد والمافيات الموجودة في وزاعة الداخلية والإطار المحكم لهذه المافيات التي استغلت الوضع الأمني واستغلت تفشي المحسوبية والمنسوبية والرشاوي داخل أجهز الشرطة ويحاول خلال الفترة الزمنية التي حالياً يعيشها تغيير النمط الحالي للأداء الأمني بصورة عامة خصوصاً بعد تفشي ظاهرة المخدرات ووجود تجار يلعبون دور كبير جداً في تهريب المخدرات وجلبها من إيران وتوزيعها في دول خليج ودول الجوار وهذا ما يعكس على سمعة العراق الدولية عندما كان في السابق من أنظف الدول في المخدرات أصبح حالياً ممر تسويقي لهذه المخدرات وأيضاً وجود آلاف من المدمنين ولكن أستاذ معتز الكل يعرف بأن هناك شبكة ضباط ومسؤولين كبار نطابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي متورطين اليوم بعمليات التهريب بتهريب أيضاً هذه الكميات الضخبة من المخدرات عبر الحدود الإيرانية وربما هذه الآفلة تضرب المجتمع العراقي اليوم تتطلب هذه الخطة الطريقة والسريعة على ما كان أكده رئيس الحكومة قبل أشهر أتفق معاك هناك أيضاً ضباط فاسدين وخصوصاً بعد مجيء ضباط ما يسمى بالدمج تجنيه ضباط دخلوا دورات زمنية بسيطة جداً من بعض الميليشيات قبل سنوات وجاءوا إلى أجهز الشرطة والدفاع ولا يفهمون السلوكيات وانضباط العمل الشرطوي مجرد تابعين إلى تلك الميليشية أو تلك الحزب يأتمرون بأمرها ولا يأتمرون بنظام وزارة الداخلية والقانون أيضاً ولهذا حل ما حل من فساد واستشراء وذكر الوزير السابق بأن هناك أكثر من اختراق الأجزة الأمنية والداخلية من قبل قوة حتى خارجية وهناك يجب أن تكافح مثل هذه الخلايا التي تتحرك بسهولة وتضغط على أساليب الإجراءات القانونية إذا كانت تابعة لوزارة العدل أو وزارة الداخلية ولكن أعتقد يحتاج الوزير الحالي إلى وقت طويل لمكافحة الفساد ومكافحة الضباط الفاسدين وحالة المحاكم لا تكفي الإجراءات القانونية بفتح تحقيق أو مجالس تحقيقية إلا تكون في نهاية حالة هؤلاء الضباط الفاسدين المحاكم كما تحدث قبل أسابيع المفتش العام لوزارة الداخلية وذكر بالأرقام قبل أن ينتهي وقتنا أستاذ معتز أنت كخبير أمني تبعنا اليوم هذه الفيديوهات لفرار السجناء شرقي بغداد من مقر شرطة القناة هناك من يتحدث أيضا بأن أهمية اليوم إعادة صياغة هذه المنظومة الأمنية الإجراءات الأمنية في عملية الفرار يعني يخرجون بشكل منظم بتواطئ وظاهر أيضا في هذه الصور وفي شريط الفيديو المصور بأنها كانت محضرة وكانت أيضا برعاية هؤلاء الضباط أتفق معاك هذا الشريط شاهدته واستغربت من إجراءات الشرطة لا وجود لشرطة في ملابس الشرطة المعتادة وجود أشخاص مدنيين يلبسون ملابس داخلية وإذن هناك تواطئ وتسهيل عملية هؤلاء السجناء الذين كانوا مرتبطين كما ذكرت بأجهزة عليا فاسدة اختاروا الوقت المناسب والمكان المناسب لأن هذا المركز هو مركز قديم جدا افتتح في السبعينات في القرن الماضي كان يمثل أحد نماذج الشرطة في ذلك الوقت ولكن يبدو أن الفساد الإداري والملموس من خلال هذا الفيلم ومن خلال هذه الكاميرا تصورت الوضعية العامة لتهروب السجناء إذن نحن أمام وضع مريب لا يتساهل أي مشؤول للحفاظ على هيبة الدولة والحفاظ على هيبة الداخلية في محاسبة المقصرين والمقصرين معروفين جدا من خلال هذا الفيلم هناك ارتباط كبير جدا مع الحرس الموقف وحرس التابع للواقف في الباب النظامي لمركز الشرطة وكذلك الضباط الموجودين في مراكز في داخل المركز إذن أعتقد هناك مافيات جرامية سهلت عاملة الهروب وأعتقد مسك هؤلاء ليس في السهل في الوقت الحاضر لأن الأخبار التي وردتنا قد سهلت لهم هذه المافيات الخروج من بغداد باتجاه أقليم كردستان وعندما يذهبون إلى أقليم كردستان يصعب القبض عليهم أو تنفيذ إجراءات الشرطة أو القضاء الخبير الأمني والاستراتيجي معتز محيي كنت معنا مباشرة من ستوديوهات سكاينيوز عربية في العاصمة العراقية بغداد شكرا لك اشتركوا في القناة